بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أغسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقع دوحر داق ديشتولي دوي دوحر داق ويهدو إذر المسائل الأربعة دي إخاتر دوحر إجين ديشت متن يشروي يختلطع الشرح ديشتولي دوي ديشتولي دوي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل قنخية ميجو قنخية ميجو قنخية ميجو اللهم تأرض إسلاما دين دوزردو إشي دليل إشتاني الثاني العمل به شاء الله نج أتعمت عمل يردو الثالثة الدعوة إليه قولنج أتمنج ناخ قيقر ناغك دعوة تر أتعلمك إشقويقش أتعملك إشقويقش الرابعة الصبر على الأذافيه ديقولنج أتمنج دعوة صوبر يا خبر حانت عطل الشلخل وانشحل غا زيانشحل غا والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وعملوا الصالحات وعملوا الصامر وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اتمنج يا خبير إن الله تأتي ل��이 وتواسى القليل وتواسوا بالصبر توقيت يا خبير وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم إمام شافعي صدق إنه تنبول تنخ حق سورة حق لا تأله الله حين خلق أنتوش لنهارت سورة بين سدوة سنر إتعطأش مدرتان وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل إمام بخاري إنه تنبول تنبول علم عمور عمل يرى حلق خلقه وقال البخاري رحمه الله اعلم عملي علم عملي حلقه حلقه رديز خلقه دليل هدو علم عملي حلقه عليه دليل هدو الله كيف نشده فاعلا هنا خلقه لا أنه لا إله إلا الله بقل الله أترك قطع ديل مواتشين عبادة تحق دلش واستغفر لذنبك حيقنا لشان جانجة دلش حقي آياتي الله هو شيء أمر ونخايل إل داشا الله عمل الله حلقة علمات دولي إنزوي متني شر تلطيها شرح ديوشر دوي تحط مسألت ويحغم دلدي مسألتك تحطها ألوج بسم الله الرحمن الرحيم شيخ وشيء متنقعيلر إعلم بسم الله الرحمن الرحيم قيل تلطيع إعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به ثم داشنا شاء بوكودرق انخيتميكو انخيتم بيكو الله انصر حون خايلة الله واحد انخيتم برق وين مسارنا تحضر تحديق خلر ديخاتر عامدر ديخاتر ون تألت سارغ أول ما خطوحو غالات دهل دو يعني مباحث سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها وأن يعنا بيها ويش دعك مباحث ديخم أهل ترون سارغ خطرش أهل تألت سارغ دير خطر واجب دول دير وش دوز غواتر تألت سارغ معنى شانتقي غواتر واجب دول دير مصانا يوجد المصانف رحيم الله المتن بالبسمة في جين دول ديش بسم الله داقر ديش دعو الله رحبا عن درتيح شيخ بسم الله الرحمن الرحيم دعو العدو ديش متن يهبا عن ديش بسم الله داقر ديحر تناقع بعن عقد الشرح شرح اقتداء بكتاب الله وبالأنبياء عليهم السلام إذا قرآنا اعوازردو بايمارا بايمارا شنط عوازردو عليهم السلام مسالة قرآن حديوك سورة الفاتحة مجتيد عدو الله شتوه بسم الله الرحمن الرحيم شوالله نقا تأسين بمن قبله من العلماء والسلف الذين كانت من عادتهم بدء تصاميفهم بالبسمة شي الحلقر عبغان بول عالم ناخر عالم ناخر سلف شكرا مسل يسردو إذا تير عادة يعوني أجخ الله شي جين شيازدر بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة الثالث قو الله بعان من باب التبرك بسم الله الكريم ديل تأييه قندوش ديل تأييه قندوش ديل تأييه قندوش ديل تأييه قندوش ويسأل الله لهم رحمة الرحمة وفي هذا دليل وفي هذا دليل على رحمة علماء أهل السنة والجماعة بطلبتهم ويسأل الله بطلبتهم ويسأل الله بطلبتهم ويسأل الله بطلبتهم قلت حقوق تأييه تأييه كما تبعى اهل السنة والجماعة بالعالم تأييه تأييه ويصدر تأييه ويمكني الإسلام مبني على الرحمة الاسلام يصدر تأييه العلم هو معرفة الحق بدليله وضده الجهل علم إذا حق دوزردو شي دليل تاني شي بوخ تاني تنبوصني ديك أي تنبوصني ديك جهل إذا تعومت دوزردو الثاني العمل ديه إذر تو علم حذين توتاعت علمة عملير قيل في بيان علاقة بين العلم والعمل يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل علم يقعي عمل يقعي يوشل إيرغلات علم وعمل القيق علم وجواب طلاح علم العديد أتنبع عنه دوزردو عام دو العلم تعمل تسيح علم ديه إردونا فلا فائدة في علم غير مقترد بعمل تحقق بيد باتهم عام ديش دو العلم تنسان عمل يشحواته فإذا تعلم وجب عليه أن يعمل وإلا كان فيه شبه باليهود شي علم خطعمت دوزر تعمت خأح واجب تدوشدت تعلم تاني عمل ير أم تو أعمل إتايوي يهود شخطر لشوء يودي شخطر لشوء لأن اليهود عندهم علم ولا عمل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هناك يهود شخطر لشوء لأتم ت Grundبائي شي pegاء ده يهود شخطر لشوء اللهم ا spyتونين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هناك يجب فيهود أبناء يجب فيهود شخط به عليك في فيهود الظر ولا يجب Shark هذا ما يعرفونها وطبع جدع إلى نعيص لخخص اشخ الله تان بواحق العلم تاني عمل يشتخ الله تار اشدوا وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن تلحال غاب وأول من تسعر به النار ثلاثة منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به دوحر شيخ جوجة تحل تريك قوحون تارغ تاعوحون تارغ حلغر نقوحون علم عمد تنسان عمل تينول شيء طاقة الشأرياله حقح شيء عرياله شيخ وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن شيء علم تاني عمل ينول عالم تاني عمل تينول يعني شيء علم تاني عمل تينول عالم تاني عمل تينول عزب تقر مضعون توا عبادة عبادة يشتخ الله سبحان الله تلطع مثل قول خاتر الثالثة الدعوة إليه قول خاتر دعوة تر أتهمني إيهما علمات عملات علمك أعمالك دعوة تر قولنك تنشرح ديوشار دوي للدعوة شروط وضوابط يجب أن تقوم عليها ومن أهمها دعوة شي بيخكم شبو شي بقوان شو يجب أن تكون دعوة خالصة لوجه الله تعالى دعوة دقك تحن الله شوالك أن تكون دعوة مبنية على العلم الشرعي شوالك دعوة شي بيخم شرع علم ثاني دوزن خبر علم دعوة مبنية على العلم الشرعي شوالك أن تكون الدعوة بالحكمة والصبر وبالصبر بالحكمة والصبر دعوة حكمة ثانية صبر ثانية دار دعوة أن تتم المراعات أحوال مدعوين دعوة 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 نيخة حيل شدوزن من الأرض ستجح الخير تشترله دليل على هذه الشروط إذا قوله تعالى قول الله تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبعان الله وما أنا من المشركين الله قرع إن شاء الله قل هاي محمد أعالح هذه سبيل هرسا يقبو أدعو إلى الله على بصيرة أسا دليل يقويق بالقلدول علم ساني أنا ومن اتبعني أسا سنت إعهيتان شارع وسبعان الله مصو أجم نعطي نوقي الله وما أنا من المشركين إشت مشرك نغغ مواتسو إشت ديلتنا قوست لو تشارغ مواتسو قل هذه سبيل إيلار الله دوحر آية تنغاح أعالح هرسا يقبو قل هذه سبيل إيلار الله المشار إليه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والسبيل هو الطريق قل هذه سبيل إيلار الله في مرسل الله عليه وسلم شيئ ذي أن دول شريعة دو سبيل بوغا يقبو أدعو إلى الله أسديل يا قويق الداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله الله يا قويق شويره ملوه ناخ الله يا قويق شويره ملوه إذا تنيرت دوح دقر ناخ الله يخبر ذي لك شويره وغز على بصيرة أي بصيرة تساني قويق الله البصيرة هي العلم وتشمل هنا العلم بصيرة بوغا إذا علم بوغدو قزح علمو شي انتوقهم تلوت أول العلم بأشار علم الشرعي الشرع علم دوزر الشريعة دوزر هناك شريعة دوز سخلجة أهد شريعتك ناخ قويق يلدات شو الله نك حال المدعو أي دعوة داشوة حال دوزر قوال نك الطريق الموصل إلى المقصود ناقبوزر هناك بوغز حون لقش دوالهومان أهلوخ دوالهومان تبويج بو نيس ناقبوز كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إذا تعلمت ثم عملت وجب عليك أن تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح حيث قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين إذن لابد من الدعوة لا أتبعني إذن لابد من الدعوة وإذن لابد من الدعوة بلقى العلم الثاني أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني أنا سنت إعهيت تنشار سنت إعهيت تنشار وإذن لابد من الدعوة بلقى العلم الثاني سوطح دئلو خاتر الرابعة الصبر على الأذى فيه دئلو خاتر الصبر دو أتسني اقتحون تعتدو شلخل وانشحلها والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أتسوي حاغندو دئخاتر دليل دو سورة العصر قرآن شعضو سورة العلم الثاني ساعات الالا تعالى على الوحق التعالى على الوحق ويملون بالعصر السورة والسطور القرآن شبكي سورة الوحق دليل دعوة اللحي باش نجدوق اللحو قرآن شعبو والعصر إن الإنسان لفيه خسر بقول الله در كدم إيش معمدوا إلا الذين آمنوا الله تيشأتشا وعملوا الصالحات دك عموينرش وتواسوا بالحق بقوان زوش بيسيت دي نرش وتواسوا بالصبر صبر زوش بيسيت دي نرش بوطرش شرح ديشير دوي ذكر المصنف رحيم الله بعد دعوة الصبر وكأنه يقول لك إن الذي يسلك هذا الطريق تحصل له أمور كما حصلت الأنبياء والرسل عليهم السلام فلابد من الصبر دعوة عموينرش صبر غليات دائد الشيخ إلا أرقوز عهد آلش بقو الله حق نوق آر والستق تنتعي الترمي وتعاني شيكو يتخلون شاء بالنشاء ديل إلج نشان ديل بيمرشان اشتعي التميالر إشتاء تنديل عن خويل صبر تريكي شيئاتهم تبدأ الصبر لغة الحبس صبر هو بقوة عربة 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 تنميالش تعميالش ستر ستور شرعان قاح شرعان قاح تنميال حبس نفسي على أشياء وعن أشياء إذا شياس ست دارده إذا تحوم دارده إذا شياس ست دارده إذا تحوم تدياش قسم الإمام إبن القيم إمام إبن القيم رحمه الله الصبر على ثلاثة أقسام إمام إبن القيم صبر كأديقي ديقه الله دوحرنك الصبر على طاعة الله لا حتى توأده دوحرنك الله نت أعخلش يشيال عملش تانديح أعصبر دارده إش أعقود يلالده مسالها عير لامز حلو تروي ستسليح لأغيات نابر أخيال لامز إيات إلامز داعوات إلامز شاق دال سلات أهد داتي دلاح أت عمل أعصبر ديز أعصبر خلو يسحو شواله الصبر على معصية لا حتى تجتنم صبر خلو قنوش نحل تارخ جين والد يجب مسالها تقلق ديال داكد دو اتقون تقلق مال يقض تلات يقض تلات أت صبر خلو يسحو أت ديل ريز و تل هم جين والد صبر خلو يسحو يقض تأحق اللهم دو أحصبر دو يقض تلات الله يسحو شوار يا الله خير يحو الصبر على أقدار الله المؤلم قو الله قو الله الله يزد دو زين شخلو شن تأحصبر تردو بعد ذكر المسائل الأربعة ساق المصنف رعيم الله الدليل عليها من الكتاب وهي صورة العصر والمؤلفة والمؤلف الرحيم هو دائما يذكر المسائل مقرونة بالدليل لماذا؟ إذن خاطر ما يمكن الشيخ هو دليل سورة العصر 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 القرآن والسنة الخليط تشبعك داقوالا ملو إيوالاها تحنتقن تاوالاك تشبعك دليل الشنكع عام وطوشية متعبا شكرا على المحاولة شوالك حتى تكون عند طالب حجة يرد بها على المخالف اتعين عاميش اتعين لغت حجة الخليط دليل الخليط تحقيقا اني سواطي حرائية القميل شنريزوك اني سواطبوكتنا بحلطوش اتعيني حدالي الدولش قوالا حتى يكون للطالب قدرت على استنباط الأعثام من أدلتها على أساس سليمة دليل اتعين معامته اجتر حديتش ارأ احكام شحداغ دليل حكمنا شقارداغ اتعيني اشتر اي اشتر اي اشتر اشداغ ما دي الزر تلطح امام شافعي امام البخاري ديش نشعر دوش ايخوة قال الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله عجة على خلقه إلا هذه السورة لك فاتهم امام شافعي امام شافعي امام شافعي امام شافعي يقول الله امام شافعي امام شافعي امام شافعي فاتهم امام شافعي امام شافعي امام شافعي امام شافعي فعلم حون خأيل أنه لا إله إلا الله إي الله ترقيد قطع ديو تخلط شين عبادة تحق دوش واستغفر لذنبك حيث إنا جهتش ترق ديخ حيث إناشم جهتش ترق دوخي حق آتع الله شين أمر خأيل حون إلا ديشل عمل حلق علما تدولينا قويم سلطع شرح مقصوده رعيم الله أن هذه سورة وحدها تكفي لقيام الحجة على الخلق ليتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبروا فما بالك بباقي سور القرآن فالقرآن كله حجج يوم شافع سأل إي درق الله هارتح سورة بيتدوى سيناري دللتاني شي دلل دوش حجة شي خلقا دللتاني إي ديشل الله هارتح سورة بيتدوى سيناري إي دوش در ماسو خلقه ماسو خلقا ويستطع دلل سورة قرآنشرة سورة جداسك إي دلللتاني سورة إي دوش در إي بوغ دا إي بوغ دا وفي السؤال التي في كلمة الان هو سلك üzerine فور الكلام لا أمر من الموضوع لا أمر من الموضوع لا أمر من الموضوع عندما تكون إلهة لأن الله ستهد وخسر إهتماما تنعمل 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 قرآن وقرآن قرآن حجة سلطة ذلك في الحديث كتابه صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل وذكر الدليل فلا بدأ أولا من العلم قبل القول والعمل فلا يصح أي عمل بلا علم وإلا كان فيه شبه بنصارى بالنصارى شيء صحيح بخاري أول شدو جين تحن ديقق أولا حديثا أمير المؤمنين والإمام بخارس رحمه الله علم دشال عمل حلقة خلديزه أيضا تدليل أخبرته وإذا أرى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذلك أخبر الله الله تركيشين عبادة تحاعد وإذا أرى تحاعد 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 عمل تحاعد علم حلقة الله في آية الله أهلا وإذا أرى تدليل 게 أخبر الله weather تدريل أخبر الله تستغفر نعمال تحاعد التعلم الدوية يتبعون التعلم الدوية فهو من العلم الدوية يتبعون الإقصار وأن تطبيع الهدفة بالمصاء الأربعة الحمد لله رب العالمين والصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته